السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنستكمل وحدة العمليات التي ذكرت المقادير الجبرية سبقا درسنا العمليات التي هي الضرب الجميع والطرح وضرب الجبرية الآن سوف نتحدث عن ضرب حب جبري في وجبه لكن قبل أن نتطرق لهذا المرموع أود أن أذكركم في عميد توزير الضرب على الجميع سبقا درسنا العمليات التي سبقا دخلتها الصفوف لذلك توزيع الضربا جميعا لدي سين، قوس، سات زائد عين يعني لا يوجد هنا أي شيء لا يوجد هنا أي عملية ARY 2 أضرب سين ضرب أيش صات السين ضرب عين مثلا 3 ضرب أربعة زائد خمسة يساوي. وضرب ثلاث ضرب اربعة. وزائد تنزل عميك الجمعي كما هي. وثلاث ضرب اياش خمسة. ثلاث في اربعة اثناش. زائد ثلاث في خمسة خمسة. ثلاث زائد خمسة سبعة وعشر. الان نقل المثال الاول اوجد ممكن مما يأتي. عندي هنا خمسة عدد. اه مضون اردت اضربها في اثنين سواء. هذه الخمسة بدي اضربها في هذا criminals. لم نحن بس قبل ما اضطر اختار الجو هلا وهنا شو ما في عندي هون معامل شو قلنا المعامل هون ما فيه سين لح على او صدح على معناته اعرف انه هون معامل هون واحد اولا نضرب اللي عندي البيتال هون عندي خمسة فيه المعامل خمسة ضرب واحد شو بعطيكي خمسة سين ما انهاء شبيه الى تنزل ثين ماذا زا تنزل عملية ايش لجمال بعدين عندي خمسة بعد ان اطلع الجواب خمسة ضرب ايش نضرب خمسة ضرب ايش اثنين ها اعملينكم برب خمسة فيه اثنين شو بعطيكي عشرة ما فيه متغير زي هو لاشي بتنزل الصد زين معي رقم اثنين هون ضرب حت جبري وانا حت جبري بدي اضربه بمقدار ايش جبري بعدين اولا نضرب المعاملات من ستة مع مين مع الثلاثة ست ضرب ايش ما بدي اشي Nummerوации ا два من اخذ مثل كذبه ما ماذا هنا اشارة ؟ جمال فا بدياتف شو عملية دلاتة ال�ore الان ستة سين هي بضرب drawn, كان piel ادرى وانا مىgefهot مين مع خمسة بضرب المعاملات اثنين ضرب خمسة، ما أعطيكي؟ ثلاثة سين ضرب سين، نأخذ ذلك المعادلة، ما عندك المتغيرات نفس الشيء؟ هاي أس واحد و هاي أس واحد حكينا إنه في حالة الضرب تجمع إيش الأسس إنه حكينا إنه في حالة الضرب تجمع إيش الأسس يعني السين، ضرب السين، شو بساوين؟ أس واحد و هاي أس واحد، شو بساوين؟ سين واحد زائد واحد شو بساوين؟ أس اثنين خلصنا، هلا نجع لأربعة لام، مضروب في القوس و هاي عملية الضرب، احنا ما بنحطها، القوس لام ناقص اثنين سين أولا نبدأ بمعاملات و هاي ما فيه معاملة شو بيقولون عندي أنا واحد، أربعة ضرب واحد شو أعطيكي أربعة ولكن ضرب لام هنا إيش الأس واحد و هنا إيش أس واحد و ضرب لام واحد زائد واحد اثنين لأن عندما تكون مب قالت محطة، يتم شابها إننا نجمع نجمع الإساس تنزل عملية الضرب، ثم يطلب نفسها أربعة لام معين ما حذر إيش الأس سين أربعة ضرب جمالية، و مالأيم تستعيب ثمانية؟ اثنين نجمع أيام مالا تمنعي في الفترة أربعة دسrukة ثمانية، اثنين و كيف في Nina حذر آخر؟ ثمانية! لا يوجد مثلها باك فالأربعة صفحة خمسين أوجدين مفقوق كل مما يوجد ألف ثلاثة سين ما تضربه قص صاد زائد لا قلنا نضرب المعاملات ثلاثة ضرب ايش واحد ما أعطيكي ثلاثة سين ضرب صاد متغيرات مختلفات تنزل وينزل وزي مغلوم شو العملية هنا جميع تنزل هلا ثلاثة هنا قلنا يشوفون واحد يمكنك ان يوجد ايش معناته في واحد ثلاثة ضرب واحد ثلاثة سين لان تغيرات مختلفة منزلهم زي ما هم ولا بعمل ايش بعمل ايش ايش two عين مضلوبة في صاد تربيع ناقص ثماني قلنا برا الدرجوع وما في معامل معناته هون شو في واحد ايش درب واحد ثلاثة ثلاثة عين ضرب صاد تربيع متغيرات مختلفة بنزل زي ما هم لا بجمع اسس وان ايش بتنزل العين وتنزل الصاد تربيب زي ما هم ماذا العمل هنا ناقص الآن دور مين الثمال إذا ضرب 2 ضرب 8 ضرب 6 ضرب الرقم أو المعامل مع الثمانية و 16 عين ما في عندي متغير بنزل زين ماهي هل الأمر سبعة ضرب 2 ضرب 2 ضرب المعامل بالمعامل سبعة ضرب 3 ضرب 14 ألف في قريفة متغيرات زين بعض وهذا ما هو أس واحد وهذا ما هو الأس واحد بجبع واحد زائد واحد ما سيصيره اثنين إذاً 14 ألف تربية ما هو عملية وراءها زائد ضرب 7 ضرب 5 ضرب ما بتعطيني 35 ضرب لا يوجد متغير تنزل لألف زين ماهي منزل عملية الناقص هلا هنا قلنا إن شخون واحد لأنه لا يوجد شيء 7 ضرب 1 سبعة ألف ومين تنزلوا زي ماهم لأنه لا يوجد متغيرات متشارجة الآن سؤال الثلاثة 50 اكتب المخدار الجبري الذي يعبد عملية المثلة تساوي الضع الذي يطول ضله ثلاث عين زائد واحد هاي عندي مثلات سيقولوني إنه متساوي الأضلع شيء يعني متساوي الأضلع جميع أضلعه متساوي ترضع الأول يسوي ترضع الثالث ثم ترضع الثالث ثم تضع نفس الإشارة ويقولوني كلهم متساويات نحن نعرف المخدار المثلة ما يسوي تضرع الأول زائد الثالث لكن بمهم تضلع ونفسه مكرر بحكي ثلاث ضرب طول الضلع لأنه أضلع أشعر المثلة منتظم أطوال أضلع أشعر وتساوي ثلاث هي عدد أطوال المثلة طول الضلع أشعر يساوي ثلاث عين زائد واحد طول الضرب ثلاث يسويową ثلاث مقامل في مقدار جبريو إن شاء الله في درس اللاحقة سوف نكمل العمليات الكبير جميلة نحن خذها جميع طرح وخذنا ضرب لأن الله يبقي علينا القسمة قبل القسمة سوف نتطرق إلى إخراج العامل المشترك إن شاء الله نتقى آخر